اقترب اليوم الأول من العام الدراسي ومن لديه أطفال في الأول والثاني الابتدائي سيتوقع يوما صعبا له ولهم فبعض الأطفال يشعر بالخوف بالقلق يبكي يشعر بالغربة والجو والبيئة الجديدة العام المدرسي طبعا بدأ في أمريكا فذهب كونر إلى مدرساته في كينسس وأوصله الباصل عند الباب شعر الطفل برعب شديد جلس في إحدى زوايا يبكي ويرتجف لا يعرف أحدا رأاه طفل آخر في هذه الحالة هو كريستيان ذهب إليه تحدث معه طيبة خاطرة وأمسك يده وأدخله إلى المدرسة أم كريستيان أخرجت الموبايل والتقطت الصورة التي أريتكم إياها وكتبت على فيسبوك أنا فخورة جدا بابنين فقد رأى طفلا يجلس في زاوية ويبكي ذهب إليه وأمسك بيده ومشى إلى داخل المدرسة إنه لشرف كبير أن أرى طفلي بهذا الحب والتعاطف إنه طفل ذو قلب كبير بدأ اليوم الأول في مدرسته على أفضل حال الصورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل حصدت حوالي 27 ألف مشاركة وأكثر من ثمانية ألاف تعليق تقول مايس خان الإنسان مخلوق على الحب بالفطرة ولا يعرف تمييزا وكراهية وعنصرية سبحان الله كيف الإنسان بس يكبر بتغير أما بالنسبة لعمر محمد يقول شايف بوستات الفيس وين بتوصل ازرعوا في أولادكم الرحمة الحقيقية تحصدون المحبة أما كريستينا تقول كان ابنك شجاعا معظم الأطفال لن يفعلوا ذلك لأنهم يخشون من تعرضهم للتنمر لقيامهم بمساعدة طفل يعاني من التوحد وأنا متأكد من أن والديه فخوراني لأن ابنهما وجد صديقا في هذه المدرسة كاثلين تقول شكرا لتقاسم هذه الصورة معنا فقد لقد كافحت لأتصالح مع هذا العالم المتفكك سياسيا واجتماعيا لكن ابنك وصديقه أعادا ليثقة بالعالم والدة كونر والتي كان يبكي شاهدت الصورة وردت على أم كريستيان قولي لابنك إني شاكرة له هذا الطفل الصغير الذي ساعده هو ابني ومصاب بالتوحد أخاف عليه كثيرا من أن يتعرض للتنمر لأنه مختلف عن باقي الأطفال ابنك أسعد قلبي بما فعله لو كان العديد من الأطفال من أمثاله لما قلت أو قلقت على ابن كونر الطفلان كونر وكريستيان أصبح صديقين وهما الآن يلعبان في منزل كونر الأم تعجبت أنهما يلعبان من دون خلافات وهذا أمر نادر بين الأطفال في هذا العمر أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ ترجمة نانسي قنقر